أمراض الصغار والكبار وآخر المستجدات التي توصلت إليها الأبحاث الطبية في مجال الغدد الصم محور بحث وطرح ونقاش ضمن المؤتمر الخامس عشر للرابطة السورية لأمراض الغدد الصم في فندق لاميراب اللاذقية فالمؤتمر مهم جدا لعدة أسباب أول شيء عقاده في مدينة اللازقي ويبقى للازقي طعم خاص في المؤتمرات الموضوع الثاني هي لغنى المحاضرات الموجودة ولنوعية الأطباء الموجودة الطباء الغدد من الأطباء اللي نحن نفخر فيه هنا على مستوى الوطن العربي والعالم النشاط العلمي على مدى يومين طبعا فيه تقريبا كل الأطباء الغدد الصم والسكري بسوريا بيكونوا مشاركين بهذا المؤتمر جزء كبير منهم أكيد محاضرين لقاء علمي بامتياز واجتماعي كمان نحن نحكي الفترة الأخيرة عن أهم مستجدات في علم الغدد الصم والسكري علاج أهم شيء علاج الأطفال وعلاج المسنين وشو شيء جديد اللي منقدمه لمرضانا بهذا المجال ونحن هدفنا الأساسي والأخير هو مصلحة المريض ومصلحة الإنسان المؤتمر رح يحكي عن المستجدات في أمراض الغدد عند طرفي العمر موضوع شوي جديد نناقشه ورح نحكي عن أمراض الغدد عند الأطفال اللي صعب أنه نتعامل معه وعند المسنين كبار العمر محاضرات نوعية لأخصائيين في هذا المجال بهدف تبادل المعرفة والخبرة كل المؤتمرات الغدد إن كان الغدد إن كان صب مهمة جدا للطبيب الممارس ليش؟ لأنه بيشوف شيء جديد بيتذكر القديم فهي مهمة جدا تنزلون وثانيا اللي قام مع الأطباء ونشوف كيف المدارس مثلا المدرسة الأمريكية مدرسة الأوروبية مدرسة الروسية نشوف الاختلافات من بعضها بنصلها للحقيقة كلها لصالح المريضين فأهمية هالمؤتمر كل شيء فيه جديد بالعالم من تشخيص للأمراض من معالجات جديدة للأمراض إن شاء الله رح نشوفها بها المؤتمر وخصوصا أنه في نخبة من الأساتذة والأطباء من داخل القطر ومخارجها المؤتمر بنسخته الخامسة عشرة يشهد مشاركة واسعة لأطباء مختصين من مختلف المحافظات السورية للارتقاء بالواقع الصحي ورعاية المصابين بالأمراض المزمنة المتعلقة بالغدد الصم ترجمة نانسي قنقر